موسيقى صباح الخير على كل مشاهدين أولى فقراتنا الحوارية في هذا الصباح ووقفتنا الأولى مع السياحة في مصر وتطورها في الفترة الأخيرة الحقيقة في عدد كبير جدا من الخدمات السياحية بتحاول الدولة أنها تقدمها وأنها تطور في طبيعة هذه الخدمات واحدة من هذه الخدمات التي نتوقف أمامها النهاردة هي محاولة التواصل مع السياح القادم إلى مصر عن طريق الخدمات الإلكترونية بمجرد وصوله إلى أرض مصر بشكل فعلي من خلال مجموعة من الرسائل المصرية بتقدم له سبل اتصال وأيضا طرق مختلفة لتيسير حركته داخل مصر في فترة التوجد عن هذه الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصر للسياح القادم إليها وعن سبل الترويج الأخرى وأيضا عن وضعات السياحة في هذه الفترة هيدور حوارنا مع عظيفي الكريم اللي موجود معايا نهاردة في استوديو هذا الصباح وهو الأستاذ مجدي صادق أعض غرفة شركات السياحة صباح الخير يا أستاذ مجدي صباح الخير يا أستاذ مجدي وصباح الخير على مصر كلها مشرفنا ده الشرف لئي أهلا نبتد حوارناها لطول بس بعد ما نطلع على هذا التقرير اللي بخص الأوضاء عظيم إلى التقرير إطار الحرس على التواصل بشكل مباشر وسريع مع السائحين فور وصولهم إلى مصر وتوفير سبل الراحة والأمان لهم أطلقت وزارة السياحة والآثار خدمة إلكترونية جديدة لسائحين عبر رسائل النصية على هواتفهم المحمولة الخدمة تعمل عن طريق شركات المحمول العاملة في مصر والتي تقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول السائح لدى وصوله إلى المطارات المصرية للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة والأثار تتضمن رسالة أيضا أرقام طوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف ويتعامل الخط بعدة لغات وعلى مدار 12 ساعة للرد على السفسارات السائح أو الاستماع لمقترحاته أو شكوى يأتي تفعيل هذه الخدمة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي السياحة والأثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروع التحول الرقمي الذي جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والأثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والأثار والارتخاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة لسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والأثار المصرية وتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية لزائرين يطرق الخدمة الجديدة دي بأي قدر ممكن تكون مؤثرة في العملية السياحية وموفرة بالنسبة للسياح لوقته ومجهوده وتقدم له معلومة بشكل حياية خلونا نسأل لست مجد رأيك في خدمة جديدة صباح الخير الثاني عليك أستاذ مجدو على مصر كلها الرقمنة خلاص هي دلوقتي العالم كله متجه لها وإننا نبقى نتحرك عن طريق أبليكيشن في كل مكان في العالم خلاص فإحنا وصلنا وهذا الاتفاق الذي عقد بين الدكتور خليد العناني ووزير السياحة والأثار ووزير وزارة الاتصالات عساس أنه يتم رقمنة الخدمات بتاعة وزارة السياحة دي بتريح الدنيا كلها بتريحنا احنا كشركات سياحة وغرفة شركات السياحة لأن احنا عندنا برامج بنعلن عنها عندنا يعني لما نعوز ناخد تصريح بتاعة وزارة الداخلية أي حاجة فخلاص كده بدل ما أنا أبعته بيتوع مني وقت في الموظف عندي أنه هو يستنى لا كده على طول بيتم التواصل عن طريق الرقمنة وفي نفس الوقت بالنسبة للسايح السايح كان زمان بيجي ومعاه في قديه الكلام ده مكتوب من الشركة المنظمة لي ولكن احنا طالما احنا عايزين نوصل في فترة معينة كما قال فخامة الرئيس السيسي لتلاتين مليون سايح يبقى لازم نبقى فيه تغير فالتغير ده هوت من خلال أن السايح ذات نفسه ساعة ما يوصل مصر يبقى عنده كل خدماته على الموبايل عايز يتصل بالوزارة عنده أي حاجة قبلته عايز يكون ده معنى أنها هوتلاين يا سيزمك دي؟ هي يعتبر هوتلاين لأنه خلاص ما العالم كله دلوقتي هوتلاين يعني العالم كله دلوقتي هوتلاين فبناء عليه ده يعتبر هوتلاين بينه وبين الوزارة على طول وبينه وبين الشركة وبينه وبين بلده وبينه وبين الخدمات كلها اللي الدولة بتقدمها له إيه طبيعة الخدمات اللي ممكن تكون متاحة على هذا الأبليكيشن هذا التطبيق أو هذا الخط السخن؟ هو طبعا ما اللي احنا نعرفه أنه هو طبعا هيبقى هيعرفه إيه الأماكن اللي يقدر يزورها في مصر والآخر ونبزعنا هذه الأماكن ولكن احنا برضو بنحاول نطالب أنها ما تبقاش حاجة بالتفصيل على أساس أنه هو أن كنتي لما تعملي كل مصر على الإنترنت بيقلل دقريبا من وصول السائحين فإحنا عايزين ندي فلاش هذا الفلاش يجيب الناس ونديله فلاش وهو موجود فلاش نعرفه ولكن التفصيل في المكان ذاته يعني فده طريقة من طرق الجذب السياحي أنه احنا نصور بعض أجزاء في المتحف ولكن مش كل أجزاء المتحف وليست بالتفصيل ونزحها أونلاين على العالم كله ولكن دوت لازم يبقى بشكل يعني حرفي معين ما حيث أنه هو يجذب السائح مش أن السائح خلاص شاف مصر وما تخليش يعني الإحساس بأنه لازم يجي مصر ويشوف هذا الجمال يبتدي يعني يقول لأنا خلاص شفتها كده عظيم جدا العالم كله بيتحول إلى النمط الإلكتروني حتى في عملية الحجز والصفر والمقصد السياحية المختلفة بأي قدر احنا قدرنا نواكب هذا التواجد على الإنترنت بشكل حقيقي سواء في عملية الترويج السياحي أو الوصول للمقصد السياحي المصري من خلال عملية الحجز وترتيبات اللي زي كده من خلال الإنترنت هو طبعا يعني احنا التطور بتاع ان احنا يبقى فيه نقول جوجل مصر أو بوكينج مصر أو الشركات اللي هي بتاع المحركات العاملة في السياحة العاملة في السياحة دي يعني كان فيه شركة مصرية يعني طبعا تتبع تحيا مصر ايشي جيت حولت ان هي تكون موجودة بهذا التواجد ان هي تعمل الحجوزات وانها تقدر تنشط المبيعات بتاعة المشروع لكن لسه قدامها شوية قبل ما تظهر يعني فاحنا بنعتمد على محركات البحث العالمية واخيرا تم دلوقتي الالتفات لهذه المحركات ان هي ما تأثرش على الدخل بتاع مصر فبدأ يبتدي محركات البحث العالمية يبقى فيه رقابة عليها ويبتدي يبقى فيه مطالبة لها ان حق مصر مفروض ان هو بالنسبة للتحويلات او بالنسبة للضرائب او او لاخره ان هي تقدر تاخده منها ودي حاجة مهمة جدا يعني احنا كنا بنلاقي ان فيه محركات البحث بتبقى منافس لنا احنا هو منافس لمصر وكل الفلوس خارج برا مصر فلا احنا دلوقتي كده هتبتدي كل الفلوس تيجي مصر بناء على الاتجاه الجديد والقرارات الجديدة ودي حاجة عظيمة جدا اتعملت من الحكومة بالكامل عظيم بأي نسبة قدرت محركات البحث دي انها تجذب السايح من برا لجوة مصر في المرحلة الاخيرة احنا محركات البحث لحد دلوقتي احنا بنشتغل عليها كغرفة شركات السياحة وكل صاحب منشأة سياحية وكل صاحب بيزنس في السياحة هو عامل الشغل بتاعه وبيبتدي يتواصل مع محركات البحث العالمي ولكن انت عشان تتواجد بقى على ان كنت تتحوليها الى جذب سياحي وان كنت تتحوليها الى انها تبقى نقطة همة جدا في زيادة عدد السائحين الى مصر دي بتتخذ فيها خطوات في التسويق السياحي وخطوات في المحافل العالمية يعني انت لو هنيجي نتكلم دلوقتي اديكي مثال احنا فيه فلاش في الدنيا كلها كمان كم يوم 1 اكتوبر اكسبو دبي 2020 اكسبو دبي 2020 ده العالم كله بصنع قراره مجتمعين فيه ومصر مشتركة فيه فاحنا لازم نروح في اكسبو دبي 2020 ونبتدي نعرض المنتج الجديد والانجازات اللي تمت في الفترة دهية انجازات فخامة الرئيس ان احنا نعمل عايزين لازم نسوأ للعاصمة الادارية الجديدة وابتدي مستثمرين كبار تانيين ييجوا من دول تانية واللي ما سمعش يسمع لازم نسوأ للعالمين لازم نسوأ للجلالة الرئيس اصدر دلوقتي يعني خدي بالك من الحاجات الجميلة جدا ان فخامة الرئيس والحكومة كلها عندهم السياحة مهتمين بها جدا لدرجة ان فخامة الرئيس هو اللي قال فيه سياحة الاخوت ووجهه بتنشيط سياحة الاخوت سياحة الاخوت دي سياحة المليارديرات احنا عندنا في مصر ممكن هذه السياحة تدخل المليارات السنوية فلازم يتعامل مارينة في كل مكان يقدر المارينة داية تيجي صاحب اليخت فيه يخت يبتدي من خمسين مليون يوصل لخمسمائة مليون واليخت لما ييجي يعني بدءا من اليخت الصغير الى اليخت الكبير بيبدأ من خمستاشر الف يورو في اليوم بيوصل لخمسين ومائة الف يورو ده الإيجارات ده لا ده مجرد النيبات يركم في المارينة بس يقعد في المارينة عشان هو ليه خدمات وانت عارف المارينة لما بتتعمل بتسحب وراء انشط فانا عندي اكسبو عشرين عشرين اروح واتواجد بالشكل ان انا خلاص ابتدي اسوى فيها كل حاجة في السياحة في القصار في اكتشافات جديدة تمت جميلة اقدر هما بعثوا اه فيه تابوت ابعت هناك ده من ضمن الاكتشافات الجديدة فلازم يبقى هذا التابوت حواليه شرح في التلفزيوني يعني هل التسويق تختلف للمنتج السياحي المصري في الفترة الاخيرة بما يتناسب مع الانجازات اللي حصلت على ارض الواقع هنا في مصر انا لسه بقول لحضرتك انا بطالب ان لما في عندي معرض عالمي وفلاز زي دوت اتواجد به بالشكل القوي ان انا ابتدي اقول انا في مصر دلوقتي الوضع بتاعي واحد اتنين تلاتة اربعة وان انا دلوقتي على مستوى عالمي استعدت الثقة بتاعة العالم كله يعني كان فيه امبارح كان فيه احتفال بيوم السياحة العالمي احتفال بيوم السياحة العالمي دوت كان دائما بيعملوه 27 سبتمبر عشان بيبقى التغير المناخي بين شمال الكرة الارضية وجنوبها يعني كان بيبقى صيف في الشمال دلوقتي الصيف هينزل في الجنوب وده ابتدى هذا اليوم اخترته منظمة السياحة العالمية لما اجتمعت الجامعية العامة لمنظمة السياحة العالمية وحطت النظام الاساسي لمنظمة السياحة العالمية وانضمت لها دول العالم مختلفة احتفلوا به في كودفوار امبارح العيد الواحد واربعين انا لازم ابقى مهتم بما يدور على اساس ان انا اوري للدنيا كلها او ابقى متواجد دائما اينما يكون احتفال لهذه المنظمة بالجديد بتاعي في مصر طيب هو في بعض الاراء عفوا في بعض الاراء بتقول ان احنا نتواجد برا في المناسبات الكبيرة او المعارض الكبرى زي ما حضرتك ذكرت وفي اتجاه بيقول ان احنا نهتم بالمناسبات المصرية الصميمة وامروزها في صورة عروض او كارنافلات اسوة بموكب المميوات الشهير اللي وجد صدى مصري وعالمي بشكل كبير ومنها مثلا عيد الاعياد مرة علينا وهو رأس السنة الفرعوني بتشوف ايه بسم الله ما شاء الله لأ عليك يا استاذة ماجد فعلا من المحلية تصل الى الاعلامية انت عندك مناسبات محلية اللي اهتمام بيها يوصلك للعالم كله تبقى ملء السمع والبشر واتفرج عليك واستخدام دائما ادوات العالم الحديثة الحالية وادوات الجذب والمحترفين الذين ينقلون هذا الحدث حدث اللي هو بتاع نقل الملوك المصريين من المتحف المصري الى متحف الحضارة موكب هذا الملوك كان حاجة رائعة جدا 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 ويعني فيه دلوقتي جائحة كورونا فما اداش المطلوب منه ولكن هنفضل نستخدمه كحدث عالمي طب انا دلوقتي عندي افتتاح المتحف المصري الكبير مفروض هعمله بعد كورونا او اي امكان القرار الاساس هياخده امتى الدولة هي برحيط طب انا طالما نجحت في هذا وشفت انها جميلة ولم تؤتي انا اعمل غرفة تانية للملوك في المتحف الكبير واعمل نقل تاني لموكب تاني والموكب التاني ده يبقى بداية احتفال للمتحف المصري الكبير زي ما حضرتك بتقولي انا عندي كمان فترة معينة هيفتتحه طريق الكباش طبعا انا كنت نديت ان هذا الاحتفال يبقى نفس الاحتفال الفرعون القديم بتاع عيد الاوبت عيد الاوبت اللي هو عيد انتقال الملك عيد انتقال الاله امون من معبده في معبد الكارنك ينتقل الى معبد الاقصر بالمراكب ويعود عن طريق طريق الكباش الى معبده مرة اخرى بعد ان يتزاوج وكان عيد زواج زي ما احنا مثلا سبيل المثال كان عندنا عياد الزواج بعد القط بيبقى عياد الزواج دائما في مصر القديمة بعد فيضان النيل النيل يفيد يخص بالاراضي المصرية ومصر كلها تسعد ويتم الافراح ويتم الليالي الملاح في مصر القديمة فمشهد زي دوة موجود على المعابد انا طبعا ما ديت قلت ننقل هذا المشهد على المعابد وفعلا ده اللي هيتم في افتتاح طريق الكباش فلما يبقى اعلن بوقت كافي يجي لي اجانب والاجانب يشتركوا معايا في ان هم يبقوا لابسين اللبس الفرعوني ويبقى في من كل دولة عندي ناس جايين يشوفوا هذا الاحتفال الجميل الاول يبقى احتفال نيلي بعد كده احتفال العربيات الحربية الفرعونية القديمة بنفس الشكل عائدة باستخدام طريق الكباش يا هتبقى ديت يعني هتعمل بومنج في العالم كله لازم دائما تبقى ملء السمع والبصر بجانب ان احنا الخطوات اللي تم اتخاذها الحمد لله وفي دلوقتي سياحة بدأت تمشي بشكل جميل وجيد الخطوات اللي اتخذها مصر صحيا من ناحية اللي هو التحصين بجميع العاملين في الاماكن السياحية باللقاح وانهما التعقيم والاتباع جميع التعليمات الصحية بتاعت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة قدت لسقط الاجنبي في العودة مرة اخرى فارجع لي الالمان وارجع لي الانجليز وارجع لي الايطاليين في المنطقة هم تقيما بيحبوا دلوقتي المناطق الترفيهية زي شرم والغردقة السياحة الشاطئية السياحة الشاطئية وبعد كده مفروض ان احنا هنبتدي الفترة اللي جاية دي نسوأ جدا للسياحة الثقافية اللي هي سياحة زيارة الاثار والاماكن الاثارية في مصر السياحة محتاج ايه في مرحلة اللي احنا فيها؟ محتاجة كتير يعني على رأس هذه الاجنبيات محتاجة تعاون على الرأس دلوقتي احنا سعدنا جدا بالقرار اللي صدر المجلس الاعلى للسياحة برئاسة فخامة الرئيس السيسي تكوين المجلس الاعلى للسياحة برئاسة فخامة الرئيس السيسي على رأس هذا المجلس ويجتمعوا بجميع الجهات تتحول مصر من دولة تملك مقومات سياحية الى دولة سياحية كاملة لان السياحة منظومة متكاملة والسياحة لمصر حياة ما فيش بيت فيك يا مصر ما بيستفيدش من السياحة باسلوب مباشر او اسلوب غير مباشر لان انت عندك في منظومة السياحة لما يخش 12 مليار دولار سنوي بيدوروا في عجلة الاقتصاد القومي البلا كلها بتستفد فيها والسياحة مزيتها بالذات ان هي في دخلين دخل رسمي وده للدولة ودخل الجبل المواطن العامل على السائح وكل سائح بينزل مصر قدامه عشر وظائف تنشأ فما بالك قد ايه الشباب محتاج للسياحة على اساس ان هي زي ما بيقولك بتفيد كل بيت وهي بالنسبة لنا في مصر حياة بما وهبنا الله من مقومات سياحية مش موجودة في الدنيا كلها صدس مجدي ايه اللي انت بتتمنى ان هو يتحقق في مرحلة الحالية في عملية الجذب السياحي اللي انا اتمنى ان هو يتحقق حاليا في عملية الجذب السياحي الاستعانة بالمصريين الخبراء المحترفين في التسويق السياحي العالمي اللي سهموا في دول العالم كله في هذا التسويق والاستعانة بالجميع الخبرات العالمية ووضع منظومة سياحية تشتغل مش بوزير موجود أو وزير يمشي أو وزير يجي تفضل هذه المنظومة موجودة والنجاح بتاع أي وزير في نجاحه في تحقيق هذه المنظومة في خطة طويلة الأجل في أن احنا نحول مصر من أن احنا نجيب يعني لما جيبنا 12 أو 13 مليون سايح في 2019 كان حاجة كويسة النهاردة بسم الله ما شاء الله دبي عايزة تجيب في 6 شهر 25 مليون سايح يزوروا المعرض واحنا نستحق كتير فلازم يبقى بشكل عالي وحرفي واستعانة بجميع الخبرات دا اللي احنا بنتمناه أستاذ مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة أنا بشكر حاجة لأوجودك معنا النهاردة شرفتنا يا أنا لما شكرك جدا يا أستاذ مجدة وبشكر كل الحكومة على المجهود بصراعة في مجهودات كبيرة بوزلت وده اللي أنا بقول بتساعد جدا من ناحية طرق من ناحية منشآت من ناحية كل حاجة جميلة وأرجع وأقول مصر أقدس أرض تجلى عليها الله سبحانه وتعالى دون بقاعد كون كله دا بتأكيد شكرا لحركة يا فندم شرفتنا ومشهدينا بيفصل ما بيننا وما بين رأس الساعة ثواني قليلة على رأس الساعة موجز لأهم الأنباء تابعوه سمعودوا إلينا من جديد ترجمة نانسي قنقر